صعيا لتطبيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ودعما لفئات المجتمع وخدمة الوطن والمواطن أطلقت جمعية بادر للتنمية والتأهيل الخيرية مبادرة حكم علينا يا نشامة مبادرة جاءت لتهتم بكل الذين يعملون ميدانيا كرجال الأمن العام ورجال السير وعمال الوطن نحن جمعية بادر للتنمية والتأهيل الخيرية أطلقنا مبادرة حكم علينا يا نشامة حكم علينا يا نشامة هي اختصت بفئة عمال الوطن نشامة الميدان إدارة السير ونشامة الأمن العام بالميدان حكم علينا يا نشامة هي تقريبا عبارة عن 20 فعالية ستنطلق من خلال المملكة الأردنية الهاشمية كاملة في المنخفضات الجوية رح نقدم لهم أيام مجانية طبية لفحص العيون رح نقدم كسوات لعمال الوطن رح نقدم شمغ أردنية حتى هوانا بالبرد يكون أردني رح نقدم وجبات لحوم طرود خيرية رح نوردم خبز هذه مبادرة تشرفنا برعايتها لشكر أخوانا اللي هم عمال الوطن على الجهود المبدولة يعني الجهود الطيبة اللي يقوموا فيها وجهود الجبارة اللي خاصة احنا يعني شايفين بهذا الموسم الخير الحمد لله رب العالمين وشفناهم شاهدناهم كلنا بأم عيونه هم يقوم بواجبهم على أكمل وجه فاحنا اليوم نوجه لهم شكر خاص مننا لهم بهذا الجهد المميز فعالية حقكم علينا يا نشامة اهتمت اليوم بعمال الوطن ونظرا للظروف الجوية قدمت لهم الأشمغة لتقيهم برد الشتاء بالإضافة إلى وجبات غذائية اليوم حابنا نقدم الشكر الجزيل لكل شخص من نشامة الميدان أمانة عمان الكبرى ممثلة بقياداتها العليا أيضا لمدير منطقة ماركة اللي اليوم استضعفنا وللهيئة الإدارية في منطقة ماركة أمانة عمان اليوم بادري متواجدة في الميدان حتى تدعم بطريقة معنوية رجال ونشامة الميدان من عمال وطن ورجال سير وغيره من وظفين القطاع العام بتوزيع الاشماغ الأردني الإرث الأردني والأردن والأردنيين بطريقة معنوية وحتى توصل رسالة للمجتمعات بشكل عام أن نكون بجنب هاي الفئة من الناس اللي بتدعمنا بأمس الحاجة لإلها وتستمر هذه المبادرة لتغطية كافة مناطق العاصمة عمان بالإضافة إلى أن القائمين عليها وضعوا بين أعينهم هدفا بأن تشمل كافة محافظات المملكة أسامة بليبلي الحقيقة الدولية ترجمة نانسي قنقر